حذر وزير الخارجية سامح شكري من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وجاء ذلك خلال استقبال شكري مبعوثة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنت فيبار والتي أشادت بالدور المهم الذي تطلع به مصر في المنطقة كما شهد اللقاء تناول الوضع في الصومال حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكفاحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المصار السياسي وتناول اللقاء الموقف بشأن الجولات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة وتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة